احتجاجات وتراشق بالحجارة وحرق قامت به قوات الحجد الشعبي تنديدا بالاسهداف الامريكي لمقار كتائب حزب الله والتي اسفرت عن مقتل وجرح العشرات وجميعها مثلت منعطفا جديدا في حرب بالوكالة بين واشنطن وطهران في الشرق الاوسط الاحتجاجات التي استمرت نحو 24 ساعة وادت الى تجمع الاف المتظاهرين وفرض الحصار على مجمع السفارة لم ينفض الا بعد صدور اوامر من قيادات الحجد بالانسحاب والاعتصام خارج المنطقة الخضراء تنفيذا لطلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وبحسب محللين سياسيين فان تداعيات ما حدث لم تنتهي بانسحاب المحتجين فهناك من يذهب الى ان ثم تحتمالات كثيرة لفرض عقوبات على العراق من قبل واشنطن او المجتمع الدولي تحت ذريعة عدم قدرة الدولة على حماية البعثات الدبلوماسية او على اقل تقدير تضرر العراق سياسيا واقتصاديا جراء ما حدث هذه الاضطرابات بحسب محللين صلتت الضوء على توتر العلاقات الامريكية العراقية التي وصفها مسؤولون من الجانبين بالاكثر برودة منذ سنوات كما واثار الاقتحام وما سبقه من ضربات امريكية وضربات صاروخية نسبتها واشنطن الى فصائل موالية لايران المخاوف من زيادة التوتر بين واشنطن وطهران وتحوله الى نزاع مفتوح على اراضي العراق وبحسب مطلعين فان الحكومة العراقية تواجه موقفا حارجا واوضاعا متوترة بسبب علاقاتها الوثيقة بالدولتين التي تتناصبان العداء على اراضيها هذا واعلنت واشنطن تعليق الخدمات القنصلية حتى اشعار اخر ونصحت رعاياها الباقين في العراق بعدم الاقتراب من مبنى السفارة خيارات كثيرة متاحة وسيناريوهات عدة محتملة لطبيعة ونتائج الصراع الايراني الامريكي التي تدور رحاح على ارض العراق والترقب فقط هو المتاح حاليا ترجمة نانسي قنقر